السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في قناتكم فهم الفكرة هناك ميزة من ضمن التحديثات التي أوجدتها اليوتيوب لا أعتقد أن هناك من القنوات من تحدثت عن هذه الميزة هذه الميزة متوفرة بالتحديد في الفيديوهات القصيرة حينما نتوجه إلى الفيديوهات القصيرة ونبدأ مثلا في كتابة أي عنصر على سبيل المثال سنكتب الفرق بين أبو لهب وأبو جهل على سبيل المثال ونبدأ مثلا بعملية البحث الآن تظهر لك كل النتائج متعلقة بأبو جهل لكن على سبيل المثال لو ذهبت إلى مقطع آخر يعني مقطع آخر لاحظ سنذهب إلى مقاطع أخرى ركزوا في الأعلى هل تريد مشاهدة المزيد من النتائج حول الفرق بين أبو لهب وأبو جهل التركيز على الموضوع الحالي هذه الرسالة هي التي تظهر في الأعلى يعني رسالة تظهر أثناء تغيير الموضوع الذي كنت تبحث عنه في الفيديوهات القصيرة تظهر كرسالة تنبيهية تحاول أن تعيدك إلى الموضوع الرئيسي الذي كنت تبحث عنه من خلال مساءلتك في محرك بحث اليوتيوب فهذه الميزة هل كنت تعرفها مسبقا؟ رسالة تحذيرية تنبيهية تظهر في الأعلى بمجرد أن تنتقل إلى موضوع غير الموضوع الذي كنت تبحث عنه لاحظوا هنا ونحن نغير لاحظوا ونحن نغير الموضوع الأساسي لاحظ هنا الفرق بين أبو لهب وأبو جهل لاحظوا سنبدأ في التغيير مباشرة لاحظ الرسالة التنبيهية التي ستظهر في الأعلى هل تريد مشاهدة المزيد من النتائج حول الفرق بين أبو لهب وأبو جهل فهذه الرسالة تظهر تلقائيا كما قلنا أثناء تغييرنا للموضوع الأساسي الذي كنا نبحث فيه ربما بعضكم لم يتبه لها ها هي تظهر مرة ثانية ها هي تظهر مرة ثانية فهي رسالة تنبيهية تحذيرية تحاول إعادتك إلى الموضوع الأساسي طبعا إن أعجبكم الموضوع اضغطوا على زر اللايك واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين وفاعلوا زر الجرس حتى يصلكم الجديد دائما من قناتكم فهم الفكرة المصدر الأول في اليوتيوب والخبرة بين يديك اشتركوا في القناة